ايّة أمة لا تحترم قوانينها هذه أمة مشرفة على السقوط وأيّة أمة تحترم قوانينها هذه أمة جديرة بالبقاء والتقدم ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا الإيمان الاعتقاد بالتوحيد بالعادل بالنبوة بالعمامة بالمعادل هذه الأمور العقائدية واتقوا يعني اتقوا المعاصي فعل المعاصية أو ترك الواجد يعني أن الإنسان اتقى وآمن آمن عقيدة واتقى عملا شرب الخمر معصية يجب أن يتقى منه القمار معصية يجب أن يتقى منه الكذب الغيبة النميمة هذه معاصية وكذلك تركوا الصلاة معصية تركوا الصوم معصية تركوا الحج معصية تركوا الخمس معصية لو أن أهل القرى آمنوا إيمانا عقديا واتقوا تقوا عمليا إذا كانوا يؤمنون ويتقون شنو يصير لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض هذه الأمة كانت جديرة بأن الله سبحانه وتعالى يتفضل عليها ببركات من السماء بالأمطار بالحواء المعتدل في مقابل الحر الشديد والبرد الشديد وما أشبه من الأمور المرتبطة بالسماء لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض يعني بركات من الأرض أيضا النبات المياه المعادن الخيرات الأرضية والتي تسمى بركات لو أنهم راعوا قوانينهم ودينهم ومناهجهم ودساتيرهم للزهر ولكن كذبوا لما كذبوا شنو سقطوا بالفعل نحن المسلمين سقطنا لأننا كذبنا السيطرة تشوفر كم واحد يصلون أو يصومون أو يحجون أو يحضرون مثلا وفرض مجالس الوعظ والإرشاد والهداية انظر إلى أغلبية المسلمين مو مواظبين على دينهم وحيث لا يواظبون على دينهم فهي ومساقطة اذهب إلى أي بلد من البلاد الإسلامية إلا النادر تجد فيها حوانيث خمور يعني شنو؟ يعني تكذيبا بأحكام الله واذهب إلى كل البلاد الإسلامية تجد النساء السافرات متبرجات يعني تكذيبا بأحكام الله وتكذيب بعض اذهب إلى جامعاتنا كلها مختلطة أو شبه مختلط وعلى هذا المعدل تجدوا أن الأمة المسلمة كذبت بأحكام الله فسقطت وهل مخص المسلمين أي أمة كذبت بقوانينها تسقط